بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلِّف الشيخ أبو النجى موسى الحجَّاوي رحمه الله تعالى فصلٌ في كتاب النكاح وعليه أن يُساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن قال الشيخ صالح البليه رحمه الله وبذلك قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال تعالى وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الخمسة ولفظه للترمذي وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده وقال أحمد شاكر رحمه الله وإسناده صحيح فيجب العدل بين الزوجات في القسم لا في الوطي يعني يقسم لكل زوجة يوم وليلة وأما الجماع فعلى قدر ما يتيسر وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك يعني المحبة القلبية هذا بيد الله عز وجل إنما يقسم بين زوجاته ككل واحدة يوم وليلة وأما ميل القلب فهذا بيد الله تعالى فيعدل بينهن في القسم وأما الجماع فعلى قدر ما تيسر قوله وعماده الليل يعني وعماد القسم الليل لمن معاشه النهار الذي عمله بالنهار يقسم لنسائه بالليل والعكس بالعكس من كان عمله من كان عمله بالليل يعدل بالنهار لقوله تعالى وجعل الليل سكنا فعماد القسم الليل إلا من كان معاشه بالعكس ولفعله عليه الصلاة والسلام وعلى المذهب يدخل النهار تبعا للليلة الماضية لكل واحد الليل والنهار الذي بعد الليل قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة أي لا يخشى منها الضر وغيرها لا بد أن يقسم بين زوجاته وإن كانت حائض أو نفساء أو مريضة أو فيها عيب أو مجنونة لا يخشى منها الضر لا بد أن يعدل لكل واحدة يوم وليل وإن سافرت بلا إذنه أي سافرت المرأة بلا إذن الزوج أو بإذنه في حاجتها أي فيما يتعلق بحاجتها أو أبت السفر معه أي امتنعت عن السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقه لأنها عاصية ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جعل الزوج ذلك لأخرى جاز فإن رجعت فسم لها مستقبلا لما في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سود أم المؤمنين رضي الله عنها بنت زمعة وهبت يومها لعائشة سود أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سود قوله أو له يعني وهبت له يومها فجعله جعله الزوج لأخرى هذا المذهب لعموم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزاً أو إعراضاً قالت هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها فتقول امسكني وأنت في حل من النفقة المرأة إذا خافت من زوجها أن يطلقها فتنازلت عن حقها ولا يطلقها فيجوز ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحاً بينهما صلحاً والصلح خير ولا قسم عليا يعني قالت المرأة لا قسم عليا أي لا يلزمك أن تقسم لي يوم وليلة تنازلت عن حقها متفق عليه إذا امتنها تنازلت فلا بأس قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده الإماء المملوكات إذا كانت له مملوكة فلا يلزمه أن يقسم لها بل متى شاء أتاها ومتى لم يشاء لم يأتها وأمهات الأولاد أم الولد هي الأمى المملوكة التي وطئها سيدها وولدت منه لا زالت أما فلا يجب القسم لها ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فالأمى المملوكة لا يلزمه أن يقسم لها ولكن بل يطأ متى شاء من شاء من مملوكاته وإن تزوج بكرا تزوج امرأة بكرا أقام عندها سبعا يعني في أول الوقت عندما تزوج بكر يقسم لها سبعة ليال ثم دار ثم بعد ذلك يعدل بين زوجاته وثيبا ثلاثا وأما إذا تزوج ثيبا فيقسم لها ثلاثا ثم يعدل بين زوجاته وإن أحبت سبعا الثيب فعلا وقضى مثلهن للبواق فإذا الثيب مكث عندها سبعا فيعدل بين زوجاته كلهن سبعا سبعا وأما إذا مكث عند الثيب ثلاثا فيعدل بين زوجاته يوما وليلا قال الشيخ صالح البليه رحمه الله وبذلك قال مالك والشافعي رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تفضل الجديد في القسم ولكن الدليل ثبت أن البكر سبع ليال ثم يعدل والثيب ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل دليلنا ما رواه أبو قلاب عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلاب ولو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ورواه أيضا الخمسة إلا النساء رحمهم الله وأخرج مسلم رحمه الله عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك أي مكثت سبعا وإن سبعت لك سبعت لنساء لكن إن مكثت عند السيب سبعا فلابد أن يعدل بين الزوجات سبعا سبعا وأما إذا مكث عند السيب ثلاثا فبعد ذلك يعدل بين الزوجات لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء ورواه أيضا مالك وأبو داود والنساء رحمهم الله تنبيه بين الزوجات في وط ودواعيه لا تجب التسوية يعني الجماع لا يجب أن يجامع كل واحدة مثل الأخرى بل حسب ما أمكن وهو قول لأمة الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله قال رحمه الله فصل أن نشوذ معصيتها إياه أن نشوذ أن تعصي المرأة زوجها أن نشوذ معصيتها أي معصية الزوج فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أماراته يعني علامات المعصية بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أي غاضبة أو متكرها وعظها يجب أن يعظها لقوله تعالى وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُّوذَهُن أي معصيتهن فاعِظُوهن وهجُروهن في المضاجع أي تنام وتوليه ظهرك لعلها تتأدب واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما الهجر هو أن لا يُضاجعها ولا يُكلمها يعني حتى ترجع إلى الطعر قال فإن أصرت هجرها في المضيع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام لا يُكلمها ثلاثة أيام ولا يزد على ثلاثة أيام في ترك الكلام لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلُّ لمسلم أن يهجُر أخاه فوق ثلاثة أيام متفق عليه لا يجوز للمسلم أن يترك التكلُّم مع أخيه المسلم أكثر من ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام لا يجوز له أن يهجُر أخاه من الكلام فإن أصرت على المعصية ضربها غير مُبرِح يعني ضربها ضربا خفيفا خفيفا روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحجَّة الوداع واتقوا واتقوا الله للنساء يعني لا تظلموهن وإنهن عندكم عوان أي كالأسير ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مُبرِح وقد سمع أبو برداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسوات لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله متفق عليه لا يجلد أكثر من عشرة أسوات يعني إلا في حد من حدود الله لا يزيد على عشرة أسوات فيما ليس بحد متفق عليه ولا إشكال في جواز الضرب عند الحاجة ولكن الأولى الترك أي ترك الضرب استدامة للعشر وإبقاء للمود ففي سنن أبي داود والنساء رحمهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رخص في ضرب النساء اشتكى بعض النساء أزواجهن قال عليه السلام ليس أولئك بخياره الذي يضرب زوجته ليس من الخيار يعني ما ينبقي أن يضرب بل ينصح ويصبر باب الخلع قال الشيخ صالح البليه رحمه الله فإذا شروط الخلع سبعة فلا يكون الخلع صحيحا إلا إذا توفرت الشروط الأول أن يكون من زوج يصح الطلاق أن يكون الخلع من زوج الثاني أن يكون على عوض أن تدفع له شيئا من المال الثالث أن يقع ملجزا يعني خلعا دائما الرابع أن يقع على جميع الزوجة أن يخلعها كلها لا أن يقع اليد أو الرجل أو غير ذلك هذا لا يمكن إنما يقعها كلها الزوجة كاملة الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق لا يكون الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يصح ولا يقع قال المنقح وغالب الناس واقع في ذلك السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق الخلع لا يكون بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له أن تقول اخلعني السابع أن لا ينوي به الطلاق فإذا فإذا توفرت الشروط السبع قال الخلع فسخا لا ينقص به عدد الطلاق والخلع لغة هو النزع والإزالة وللخلع صريح وكناية الفاظ صريحة وألفاظ كناية فصريحه لفظ الفسخ والخلع والفداء وكنايته باريتك وأبرأتك وأنبتك والخلع اصطلاحا هو فراق الزوجية بعوض بألفاظ مخصوصة قال من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كرها لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به ولحديث بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه أي ما أنكر عليه في خلق في خلق في خلق ولا دين أي أخلاقه طيب ومستقيم في دينه ولكن أكره الكفر في الإسلام يعني أن قلبها تبغضه وهو ليس فيه عين فقال عليه السلام أتردين عليه حديقته كان أعطاها بستان صداق تردينه قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبل الحديقة وطلقها تطليق خواه البخاري واللفظ له والنساء وأبو داود وابن ماجة ولفظه لا أطيقه بغضا أي أنها تكره وأجمع العلماء رحمهم الله على جواد أخذ العوض مع عدم الاستقامة ولا يعتد بخلاف من خالف في هذا قوله وإلا كرها أي إذا لم تتوفر الشروط أي مع استقامة الحال لما روى ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس أي بغير حاجة فحرام عليها رائحة الجنة لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير باب أس وحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النساء وحسنه الترمذي وفي رواية للترمذي المختلعات يعني بغير سبب هن المنافقات ورواه أيضا ابن حبان والبيهقي فلا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب وإلا كرها ووقع أي وقع الخلق لعموم قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا أي إذا تنازلت المرأة عن شيء من صداقها فلا بأس وهذا هو قول لأمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله وعن أحمد رحمه الله لا يجوز الخلع مع استقامة الحال إذا لم يكن هناك سبب لا يجوز الخلع من غير سبب وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله وقال الموفق والشارح رحمهم الله والحج مع من حرمه أي حرم الخلع من غير سبب لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله فإن عضلها ظلما للإفتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيها أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته فإن عضلها ظلما الزوج آذاها حتى تختلع ظلما فإن عضلها ظلما أي آذاها حتى تختلع في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن أي لا تؤذيها حتى تختلع فإذا كان الظلم من الزوجة فيجوز الخلع بالإجماع إذا كانت الزوجة هي الممتنعة وإذا كان من الزوج حرم عليه أن يأخذ منها شيئا وخلعه لها باطل والعوض فيه مردود وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله قوله أو تركها فرضا إذا تركت فرضا من فرائض الله فطهارة امتنعت من الطهارة وصلاة امتنعت من الصلاة وصوم لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبيّة عند ذلك يخلعها قوله بلفظ صريح الطلاق هذا المذهب واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله أن الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان سواء وقع بلفظ الطلاق أو الفسخ وذكره ابن القيم رحمه الله عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم واختار الشيخ من تيمية وابن القيم رحمهم الله أن عدة المختلعة حيضة واحدة عدتها حيضة واحدة وعند الآئمة عدتها عدة المطلقة عن ثلاث حيضات ويترجح قول الشيخ من التيمية والتلميذ ابن القيم رحمهم الله بمعرفة أدلتهما كحديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث الربيع من تمعوذ رضي الله عنها والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناياته وقصده طلاق بائن أي طلاق لا رجعة بعده وفاقا لمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله فإذا أراد ارتجاعها في العدة فليس له ذلك إلا برضاها وعقد جديد يعني إذا خلعها ثم أرادها أراد الرجوع فليس له فريق عليها إلا برضاها وعقد جديد واختار ابن القيم رحمه الله جوازه برضاها بلا عقد إنما الجمهور قالوا لا بد من رضاها ولا بد من العقد وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا ثان فسخا لا ينقص حدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خلعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ بلفظ الطلاق أو نيته قال الإمام أحمد رحمه الله ليس لنا في الباب شيء وصح من حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه فسخ الخلع فاعتبر فسخ واحتج بن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى الطلاق مرتان يعني الذي بعده الرجوع ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني الطلقة الثالثة فذكر التطليقتين والخلع وتطليق بعدهما ولو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ما أجازه المال فليس بطلاق عن الخلع إذا دفعت سيئا من المال وطلبت الخلع وبهذا القول قال كثير من علماء السلف والخلف رحمهم الله وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الخلع فصخ وعن أحمد رحمه الله أن الفصخ طلاق بائن بكل حال أن ليس له الرجوع إلا بعقد جديد ومهر جديد قوله ولو واجهها به ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به أن إذا خالعها ثم طلق لا يقع الطلاق لأن الخلع فصخ فليل ذلك أنه قول ابن حباس وابن الزبير رضي الله عنهما ولا يعرف لهما في عصرهما مخالف ولا يلحقها طلاق إذا خالعها لا ولو طلق بعد ذلك لا يقع الطلاق لأن الخلع فصخ لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد وهذا قول مالك إذا كان صريحا دون الكناية قال ولا يصح شرط الرجع فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته قوله بغير عوض أي خالعها فلم يأخذ منها شيء هذا المذهب وفاقا لأبي حنيفة والشافع رحمهم الله وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته قال بغير عوض أي خالعها ولم يأخذ منها شيء هذا المذهب مفاقا لأبي حنيفة والشافع رحمهم الله وقال الشيخ تقي الدين من تيمي رحمه الله ويصح الخلع بغير عوض ويقع به البينون إما طلاقا وإما فسغا على أحد القولين وهذا مذهب مالك رحمه الله المشهور عنه في رواية أبي القاسم وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها الخراقي رحمه الله قوله أو بمحرم يعني خالعته وأطته شيئا محرما كالخمر والخنزير وهذا لا يصح هذا المذهب وفاقا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله وقال الشافعي رحمه الله يجب له عليها مهر المذل أن تدفع له مهر المذل في الخلع وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها أي لا يأخذ منها في الخلع أكثر من المهر الذي أعطاها أي ويصح الخلع لعموم قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وهو اختيار ابن القيم رحمه الله إلا أن عند الثلاثة يجوز بلا كراها أي يجوز أخذ الزيادة على ما أعطاها دليلنا على الكراها أنه لا يأخذ أكثر مما أطاها ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال لمرأة ثابت ابن قيس تردين عليه حديقته عطاها في المهر بستان وقال تردين عليه حد حديقته أي بستانه قالت نعم والزيادة قال أما الزيادة فلا حسنا الدار قطري وابن كثير إسناده رحمه الله رحمه الله وبه احتج من قال من العلماء رحمه الله لا تجوز الزيادة أي على ما أعطاها وهي رواية ثانية عن أحمد رحمه الله والجمع بين الآية والحديث أن الآية دلت على الجواد فيما افتدت به والحديث محمول على الكراها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح إذا كانت امرأة حامل وخالعها زوجها وقالت أنها لا أنها لا نفقة لها خالعت على سإسقاط النفقة عليه ويصح بالمجهول يعني أعطيك شيئا لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال ويصح بالمجهول قال تعطيه شيئا وبه قال أبو حنيفة حمه الله وقال الشافعي حمه الله يصح ولها مهر مثلها فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها عن الشجرة إذا أثمرت أو الأمة أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح الخلع وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى ومع عدم الدراهم ثلاثة فصل إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت الطالق طلقت بعطيته وإن تراخ أي تأخر وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقتها واستحقها أي الزر وطلقني وطلقني واحدة بألف وطلقها ثلاثا استحقها أي الألف وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت إذا لم يبقى لها إلا طلقا واحدة وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها ووجدت ثم نكحها ووجدت بعده طلقت فعتق وإلا فلا قوله وعكسه بعكسه فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف وطلقها أقل منها لم يستحق شيئا وعنه يستحق ثلثة الألف وهو قول لأمة الثلاثة رحمهم الله قوله وليس للأب خلع زوجة ابنه ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه لفاق لمالك وأبي حنيفة والشافع رحمهم الله لأن الطلاق والحرب بيد الزوج ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه قوله ولا ابنة بشيء من مالها لا قل ابنته بشيء من مالها لا يخلع ابنته بشيء من مالها وبه قال مالك والشافع رحمهم الله وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمي رحمه الله الأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخلع بمالها إذا كان لها فيه مصلحة وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها في الطلاق البائي فوجدت تلك الصفة ثم نكحها ووجدت بعده خلقت فعتق وإلا فلا وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث ردت اليمين في النكاح ردت اليمين في النكاح الثاني وحنث بوجود الصفة وإن كان ثلاثا لم تعد اليمين قوله قوله ثم أبانها فوجدت أي عند الصفة وجدت الصفة وعند الأئمة الثلاثة إذا وجدت الصفة حال البينون لا تعود اليمين كما تقدم قال الشخص صالح البليه رحمه الله مشاكل الحياة لا تحصى أي مشاكل كثيرة نعم مشاكل الحياة لا تحصى في كل زمان وفي كل مكان ولكن بحمد الله القرآن المجيد وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهما حل لجميع مشاكل الحياة في كل زمان ومكان ولكن السلاح بضاربه يعني بحسب الضارب والدواء بطبيبه ومع الأسف الفشل متحقق إذا أخذ السلاح من ليس بضارب يعني من ليس بأهل والمريض عليل المريض إذا وضع الدواء إذا وضع الدواء من لم يعرف المرض وعلاجه يعني لا بد أن يكون عالم بالكتاب والسنة والأسف بعد الأسف والمصيبة العظمى والكسر الذي لا ينجبر والويلات متتابعة وإذا نزل وإذا نزل الميدان بلا سلاح وترك المريض بلا علاج وبقي طيلة حياته عليًا حتى يوافيه وأجله فلابد من معرفة الأدل من الكتاب والسنة والعمل بها ولا نصر ولا عزة ولا تأييد ولا صلاح لأمة الإسلام إلا بما عز وصلح به صدر هذه الأمة ولن يصلح ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو التمسك في الكتاب والسنة وهدي السلف اللهم وفق المسلمين رعاةً ورعية إلى ما فيه عزهم ومجدهم آمين ولن يجدوا ذلك مهما قالوا ومهما عملوا إلا بالوقوف تحت رايات القرآن المجيد وتحكيمه في جميع شؤونهم الاجتماعية والعمل بكل ما جاء به نبي البشرية أجمع محمد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية إلحاد وكفر وفساد وظلم للعباد فلا يسود أفلا يسود الأمن ولا تحفظ الحقوق الشرعية إلا بالعمل بشريعة الإسلام كلها عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ونظاما وصدق الله وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا فرق بين الأحوال الشخصية والعامة والخاصة ومن فرق بينها في الحكم هو ملحد زنديق كافر بالله العظيم كتاب الطلاق يباح للحاجة يباح الطلاق للحاجة ويكره لعدمها يكره الطلاق لعدم حاجة ويستحب للضرر أي خوف الضرر ويجب للإيلاء إذا حلف أن لا يجامع ومضت أربعة أشهر وأصر ويحرم للبداء يحرم طلاق البداء ويصح من زوج مكلف ومميز ومميز يعقله أن يفهم الطلاق ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاق المجنون لا يقع طلاق وعكسه الآثم قال الشيخ صالح البليه رحمه الله الطلاق لغة التخلية وشرعا وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه قوله يباح للحاجة يباح الطلاق للحاجة أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك لقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله وطلقوهن لعدتهن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وهذا من محاسن شريعتنا المطهرة الحكيمة بخلاف ما هو معروف بعقائد اليهود والنصارى قال ويكره لعدمها يكره الطلاق لعدم الحاجة لما أخرجه أبو داود وابن ماجة رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق ورواه الحاكم وصححه وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله ورواه أبو داود والبيهق مرسلا رحمهم الله ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدار قطني والبيهقي المرسل وهو ما رفعه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب للضرر إذا خاف الضرر ويجب للإيلاء إذا حلف أن لا يجامع ومضت أربع أشهر وأصر ويحرم للبدعة صلاق البدعة وهو أن يطلقها وهي حائط ويصح الطلاق من زوج مكلف أي بالغ عاقل ومميز يعقله أي يفهم مأن الطلاق لعموم ما رواه بن ماجه والدار قطني رحمهم الله وغيرهما من حديث بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفيه قال الله عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق أي الزود الطلاق بيد الزود وهذا الحديث لا يخلو من مقال يعني فيه ضعف لأن في إسناد بن ماجه بن لهيع وفي إسناد الدار قطني عسمة بن مالك كما نصع على ذلك كثيرا من المحققين رحمهم الله وعن أحمد رحمه الله لا يصح طلاقه حتى يبلغ أي الصغير وهو قول لئمة الثلاثة ومن زال عقله معذورا يعني بالجنون لم يقع طلاق المجنون لا يقع طلاق إذا كان الجنون يعني بغير بغير قصد بل حكمة الله تعالى وعكسه الآثم وأما إذا كان قد سكر وطلق فيقع الطلاق لأنه تسبب في ذلك بارتكاب القمر هذا المقدم في المذهب صحة وقوع طلاق السكران لأنه تسبب في ذلك بسكر وأما المجنون بحكمة الله فلا يقع طلاق لأنه لا يعكر روى ذلك روية ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن السكران يقع طلاق وذكره في المحلى رحمه الله عن علي ومعاوية رضي الله عن الجميع وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فنهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم ذوال التكليف قال البخاري رحمه الله وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائد إلا طلاق المعتوه أي المجنون ولأنه عاص السكران عاص بهذا الفعل فلا يزول عنه الخطاب لأنه يؤمر بقضاء الصلاة ويؤاخذ بأقواله وفعاله وكذا الطلاق السكران يقع طلاق وأيضا الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالعاص في الحد بالقذف وعن أحمد رحمه الله لا يقع الطلاق لقول عثمان رضي الله عنه ليس لسكران الطلاق وبه قال كثير من العلماء ورجحه الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار وهو اختيار الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ ماله أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ويقع نعم إذا ظالم أجبر الرجل على طلاق زوجته وهو يخاف أن ينفذ فيه الوعيد لم يقع لم يقع طلاق المكره ويقع ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان كذلك يقع الطلاق من الغضبان ووكيله كهو أي إذا وكل إنسانا ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها قال قوله ومن أكره عليه ظلما لحديث عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجا رحمهم الله قال في التلخيص الحافظ بن حجر رحمه الله وصحه الحاكم والإغلاق عند علماء غريب الحديث الإكراه لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي في حالة إكراه والإغلاق عند علماء غريب الحديث الإكراه يعني المكره وأخرج ابن ماجا وابن حبان رحمهم الله وغيرهما وحسنه النووي حمهم الله وضعفه غيره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي محكم التنزيل إلا من أكره وقال البخاري حمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائد فلكن تقدم أن السكران يقع طلاق لأنه تسبب في ذلك وقال عقبة بن عامر رضي الله عنهما رضي الله عنه لا يجوز الطلاق الموسوس أسأل الله العافية وروا سعيد بن منصور والبيهقي وأبو عبيد القاسم بن السلام عن قتاد عن قدام بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدلى يشتار عسلا يعني نزل من مكان عال ليأخذ عسلا تدلى أي نزل من مكان عال يشتار عسلا فقالت امرأته ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل عوذ بالله المرأة قالت له طلقه وإلا قطعت الحبل وسقط وهلكت عوذ بالله فقالت امرأته ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها الله والإسلام فأبد وطلقها ثلاثا ثم خرج وقال جاء إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له وقال رجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق لأن المكره لا يقع طلاق وفي صحيح البخاري مهمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء فبعدم وقوع طلاق المكره قال الجماهير من العلماء رحمهم الله ومنهم مالك والشافعي رحمهم الله وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وقال أبو حنيفة رحمه الله طلاق المكره يقع لكن المذكور سابقا أن المكره لا يقع طلاق وذائل العقل معذور المجنون معذور إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها وهو سنة أي فهذا هو طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه قوله وزائل العقل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وروى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رزاك الله خير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائد إلا طلاق المعتوه المجنون والمغلوب على أمره وقال رضي الله عنه كل الطلاق جائد إلا المعتوه أي المجنون وهذا مما أجمع عليه العلماء رحمهم الله وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا سكران طلاق ولكن تقدم أن السكران يقع طلاقه لأنه تسبب في ذلك بالسكر ظهر أخبار رفضي الله عنه وقال عثمان بأمان وقال عثمان من بعض أمرنا وقال عثمان رفضي الله عنه وقال عثمان نقال وقال عثمان وجنون